السيدة معالية اتفضل السلام عليكم عليكم السلام وأرجو أن احنا ما نكونش تأخرنا عليك لا لا ولا يهمك لا أبدا والله جزاك الله كل خير أهلا بحضرتك بس فيه سؤال فيه نقطتين عايزة أسأل اتفضل عليهم أنا دلوقتي على المعاش فالفلوس بتاعتكم يعني ابتدين الحياة الحرة بقى أيوة عرشة أنا حطهم في البنك شهادة يطلع لي عائد هو ده الوحيد اللي بصرف منه طيب أول سؤال فيه هل حلال ولا حرام لأنه مش بنك إسلامي استثماري عادي تاني حاجة في السؤال هل أدفع على المبلغ الأساسي زكاء اتنين نصف في المية ولا على العائد اللي بيطلع لي عشرة في المية تمام لأن الاتنين ونصف دي كتير بس عليها شوية في أسئلة تانية حاجة معالية لا شكرا جزيلا بص يا ستي أول حاجة أن إداعك للمال في أي بنك ده حلال فإداعك للمال في أي بنك ده حلال وده جائز شرعا يبقى إذن أنت المال بتاعك ده والريع اللي بيجي من عليه ده ده حلال لأن أنت ما بتقرضيش البنك أنت بتمولي مشروعات البنك فالريع اللي بيجي لك ده ده ريع وده حلال وليس فيه أي إثم وبالعكس في ظرفي زي حضرتك بيبقى الأفضل أن أنت تعملي كده عشان ما يبقاش المال يتآكل معاك الشرع الشريف بيطلب منك أن المال ينمو مش المال يكتنز ده السؤال الأول السؤال الثاني مدام حضرتك ليس عندك أي مورد آخر تنفق منه غير العائد من الأموال دي عطلعي عشرة في المية من الريع يعني الريع اللي بيجي كل شهر أو كل تلت أشر أو كل ست أشر بتطلعي عشرة في المية من الريع نفترض أن بيجي لك عشرة تلاف عطلعي من العشرة تلاف ده عشرة في المية فقط يبقى إيه اللي بيحصل بيطلع فقط عشرة في المية فتطلعي ألف من العشرة تلاف مش هتطلعي الفلوس كلها واضح كده مش هتطلعي اثنين ونصف في المية يبقى تطلعي عشرة في المية من الريع بيجي لك عشرة تلاف نطلع ألف فقط من الريع مش من المبلغ الأصلي مش المبلغ الأصلي والريع بنطلع لها اثنين ونصف في المية لما يمر سنة مش هننتظر لما يمر سنة أول ما يجيلي هتطلع عشرة في المية من الرياح وربنا يبركلك في مالك إن شاء الله ويسعدك ويجعل البركة في بيتك إن شاء الله نعم